بالتزامن مع جلسات الحوار والتوقيع على تقاسم المناصب في بوزنيجا المغربية لا تزال ميليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر تواصل تحشيدها بسرط والجفرة والمنطقة الجنوبية دول محور الشر الداعمة لحفتر وعلى رأسهم الإمارات ومصر وروسيا تواصل في سعي حثيث إرسال شحنات الإمدادات العسكرية بالسلاح والعتاد فيما يبدو محاولة منها لاستئناف عدوان جديد على المنطقة الغربية صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير استقصائي لها كشفت فيه استمرار تعزيز أبوظبي دعمها لميليشيات ومرتزقة حفتر بإرسالها لأسطول من طائرات الشحن العسكري عن طريق مصر وبرهنت الصحيفة خروقات الإمارات ومصر بنشرها صورا من الأقمار الصناعية وبيانات رادار الرحلات تبين أن هذه الطائرات تحلق بانتظام من قاعدة وسط الصحراء الإماراتية إلى قاعدتين جويتين غرب مصر بالقرب من الحدود المصرية الليبية وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الصحيفة فإن الشحنات العسكرية التي ترسلها الإمارات ترسل عن طريق البر من مصر إلى حفتر بالشرق الليبي وتأتي هذه الرحلات المكوكية بين مصر والإمارات في محاولة من الأخيرة التحايل على لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في سياق ذلك وبالنسبة للتدخل الروسي في الملف الليبي فقد كشفت الصحيفة أن روسيا ارتكبت انتهاكات علنية لحظر السلاح بنشرها طائرات ميل 29 على مدرج المطار بقاعدة الجفرة وفق ما أثبتته صور الأقمار الصناعية مبينة أن هذه الطائرات الروسية تستخدم لدعم الشركات الخاصة التي ترعاها الحكومة الروسية في إشارة منها لمرتزقة الفاغنر الروس الذين يسيطرون على عدد من الحقول والمواني النفطية وأقاموا معسكرات تدريب بالمنطقة الجنوبية وفق ما ذكرت عدة تقارير دولية وصحفية وبين هذه التطورات في الوضع السياسي والعسكري تسعى الأطراف السياسية المحسوبة على الوفاق كسب الرهان لوضع يدها على السلطة دون الاكتراث للتحركات المشبوهة لميليشيات حفتر تسعى الأطراف السياسية المشبوهة لميليشيات حفتر